نعمده ونسعينه ونستغفره ونساديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه النار فلا نظل له ومن يضلل فلا هاري له وأشهد أن لا إلهة إن الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد فتركنا على المحجة البيطاء ليلها كمهارها لا يزيغ عنها إلا هاري وصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الجين يا أجوة الناس تقروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تفاتي ولا تغموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله سبحانه وتعالى جمع الخير كله قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فمن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له من كل ضيق فرجا وجعل له من أمره مصر قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسد فعباد الله إنما في وقت أزف فيه الشهر المبارك الشهر الذي ينتقره كل مسلم بفارق الصبر أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك فعباد الله ينبغي للمسلم أن يفرح بقدوم هذا الشهر المبارك ويعقد العزمة على عمارة هذا الشهر المبارك وذلك بالحسنات والطراعات فحليهم بالنسلم أن يساعد لشهر لمضان المبارك واعلموا أن محبة الأعمال الصالحة مثل قذوب شهر المضاني محبة قذوب هذا الشهر المبارك فإن ذلك يدل على محبة الله عز وجل فإن محبة الأعمال والاستفشار بها دليل صريح على محبة وعلى محبة ذلك العبد لخالقه عز وجل والذي يرجو سواب عمله أن يكون لإبداه عز وجل أسأل الله عز وجل أن يبدئني وإياكم هذا الشهر فحليهم بالمسلم أن يساعد لهذا الشهر ويعرف كيف يساعد لهذا الشهر المبارك فإننا نقول على هذه المنصة بعد حمد الله عز وجل والثناء على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي لكل مسلم في هذا الوقت الذي لم يبقى على ربضان إلا أياما قليلة جدا فينبغي للمسلم أن يعتد العزم ويتضرع إلى الله عز وجل ويسأله أن يبلغه شهر المبارك كما كان يفعله أسر فإنهم كانوا يسألون الله عز وجل بقبول صومهم بعد انقضاء شهر المبارك ستة أشهر وكانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم هذا الشهر المبارك فحلي بنا أن نستعد لهذا الشهر المبارك وذلك بماذا ببعض الأمور فالأمر الأول بالتوفة الصادقة إلى الله عز وجل ويبغي للمسلم أن يتوب إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وخصوصا مع قرب مواسن الطاعات قال الله عز وجل يمكنه أن يجعله يتريث عن بعض العبادات في هذا الشهر المبارك أو ما يجعله قد يقصر عن بعض العبادات في هذا الشهر المبارك فحلي بالمسلم أن يشاكل قلبه بذكر الله عز وجل في هذا الشهر المبارك والأمر الآخر ينبغي للمسلم أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يبلغه هذا الشهر المبارك ومن الأمور الأخرى التي ينبغي لنا أن نستقل هذا الشهر المبارك هو أن نحاسب أنفسنا محاسبة النفس فقد رؤيا أن أمر من الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهضر لحسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يؤمنين تعرضون لا تخفى منكم خافية ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يستقبل بها هذا الشهر المبارك الإكتاب من ذكر الله عز وجل بقي يتعود لسانه على ذكر الله عز وجل ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يستقبل به هذا الشهر المبارك هو أن يستعد المؤمن للبطال بالإسانة بالأعمال فإن الله عز وجل يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يفقله اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر